الأهلي رايح نفسه أنه هو في بعض المباريات طلب حكام أجانب منعا لأي أمر وبالتالي على رغم من أن هناك أخطاء ضد النادي الأهلي في هذه المباراة ولكن في النهاية أنت بتلعف أو يعني بتركز في اتجاه واحدة من الملعب فقط بالظبط يا كامتن إسلام يعني لو أتذكر برضو كلمة الأستاذنا عصام شالتوت لما لك الأهلي بيحافظ على قوته يعني الأهلي بالقرار أنه هو يختار يعني أنه يدفع ويجيب يطلب حكام أجانب لمباريات معينة في الدوري حاسمة ده كان أمر طيب جدا وهي الرسالة رسالة إيه هي أن أنا لما بعترض على أمر أو لما حاس أن أنا عندي مشكلة أنا والله طالما فيما يسمح أن أنا أتدخل لإصلاح هذا الأمر بأن أنا أجيب حكم أجنبي عشان أوفر القيلة والقالو وعشان أنا عملت اللي علاية قدام جماهيري فهنا النادي الأهلي دايما بيعمل خطوة دي وبالمناسبة برضو يعني كابتن إسلام في اللي أنا بنتكلم عن مباراة بيراميدز المدهش أن الناس كلها الجدل كله على ركل الجزاء حسين الشحات يعني محدش يتكلم عن أو يعني يتكلمه بس مش بنفس حجم ركل الجزاء حسين الشحات صحتها من عدمها يعني إحنا في صور لما تتعرض وإحنا بنتكلم مع حضرات كابتن إسلام ما دي أخطاء تحكمية كان ممكن تأثر في نتيجة المباراة على فكرة يعني النهار دا لما يتم دهس قدم محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء ولا تحتسب ركل الجزاء ما دي كرة ممكن تأثر في نتيجة المباراة دا مش معناه أن ركل جزاء أنا يعني أنت شايف ركل جزاء لا يعني مش قصدي أنا شايف ركل الجزاء لا أنا قصدي إيه لا 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 أنا قصدي إن الناس سيب كل الأخطاء وهي مسكة في الكرة دي عايزة تنسبة صحة أو غلط يعني طب لم يا من أمسكش في كرة عبد المنعم دي نسبة أن هي صحة وغلط وأن النادي الأهلي تضرر لم يا من أمسكش في الكرة بتاعت حسين الشحات الكريم حافظ بلاء كان دينجرس بلاي واضحة جدا نشرح حتى لا والله أسلح سين الشحات هو اللي نازل بدماغه لا أصل كريم حافظ هو اللي زاوية رجل طب الشرحوه حد ادوها حجمها ان دي ممكن كرة كريم حافظ كان وارد انه ياخد فيها مثلا بطاقة حمراء لو مثلا انت راجعت في البارد أو على قل كرت أصفر قبل كمان ما يخرج يعني ما كانش حد يعرف نهو هيخرج الكرة بتاعت زي ما قلت حضرتك محمد عبد المنعم هي الكرة هي ركلة جزاء اللي احنا نعرفه في القانون على قد فهمنا واحنا بنلعب حتى خماسي اي حد بيدوس على رجل حد هفول نهاردة دي ما تحسبتش اي حاجة ما تراجعتش كرة فيه كان فيه كرة اخرى بتاعت طهر محمد طهر ومحمد الشيبي الراجل يعني كان ناقص ياخده اللي سوفليكس زي ما بنقول كده لا وحسين الشحات اول ما عمل ايده كده بس اللي عب وبيدافع الحاجات دي كلها ما تراجعتش وخدت وضعها في المراجعة زي كرة حسين الشحات اعرفه احنا عادين بيصفار جعل ماتش انا حسيت الناس بتقول لك انت الحكام دول بقول لك ايه انتوا عايزين حكام اجانب اه طب هنجبلوكوا حكام بقى تندمكم ان نطلبوا حكام اجانب طاقم تحكيمة كابتا سلام غريب جدا يعني كمية اخطاء في الملعب وانت في الملعب كمان بيتبقى مركز على بعض الامور تحس ان هم حتى مش متفاهمين مع بعض فيه حاجات كتير بتحصل في الملعب غريبة بقى بينهم الساحل لا بساحل الاسباني بساحل الاسباني على ضع احمد حلم فهي النهاردة كابتا سلام ادوا القرارات دي والكور دي حقها زي ما النهاردة عادنا بس عايز اقول لك بردو خلي بالك بس هو الكلام هنا مين يعني مين اللي هم يدوا او مين اللي هم الناس اللي بتطنع تبكتن ايوة لا لازل كلم يتكلموا على متضرر اللجوء للمحاكمة الدولية ماشي بس ازلي اشرحولنا احنا كسبنا على المتضرر يقول لجنة الحكام ايوة لقوا محكمة الدولية ويروحوا محكمة الدولية بيحملوا محضروا لا يعني انا اقصد ايه اشرحولنا زي ما النهاردة او انا بيكلم بفلسفة اللي ان الناس دقوا تتكلم انا ولا يفرم انا يعني اشمعنا نهاردة حسين الشحة لا اصل رجله اللي راحت على المشعارفين لا اصل ايده احمد سامي اوه مش عارفين اصل مين دي طب اشمعنا دي بنشرح فيها كل الفلسفة بتاعت الحكام وبنيجي في كرة محمد عبد المنعم اه كان الكرة ده سخدم ولم تحتسب وخطأ تحكيم كرة كريم حافظ تحديدا كريم حافظ دي حتى ما حدش شرح حالنا هي حسين الشحة ما انا بقول لحدك هو يشرح حالنا على القلب من باب يا اخي التوعية قول لي ان حسين الشحات غلط يعني حتى هو بقول لحدك من باب ان تقول لي حسين الشحات غلط قول لي لكن انت ما قلتلش فالنهاردة الناس حتى وياب تتكلم في القصة دي يا باشا بس ايه يعني احنا برضو ناس بتتفرج وبنفهم فوحدة واحدة يعني مش كده النادي الاهلي كسب وده حكيم تحكيم اجنبي فانت النهاردة عايزت كمان تفسرلي ان الحاكم الاجنبي اللي جيه لما عمل غط خطأ استفاد من النادي اقول لا هي الكرة بالنسبة لنا وجهة نظرنا اقول لنا شايف هي ركل الجزاء صحيحة انت بتقولنا هي ركل الجزاء غير صحيح قولها وعقب على القرارات التانية بنفس حجم تعقيبك على هذا القرار بس كده ولكن هي ملاخات كتيرة مفتوحة خليني كانت طبعا انا عايزة اعقب بس على اي من في حتة التحكيم مش بعيدة عن السؤال حاجة تسأله موصولات تحكيم برده اه لسه كمبيون ملاخات